السلام عليكم النهاردة. هنكمل في تعليم الإنجليزي. ده هي بالثالث جزء. لو مشفتوش أول و تاني جزء. روحوا تفاجواليشن دي أهم الخطوات في إنكوا تتعلموا الإنجليزي بطريقة صحة. بننتقى فيها الحروف بالطريقة الصحة. خلينا نبدأ بقى في ثالث جزء. ثالث جزء دوت فيه بتبع حروف تبع مكتوبة بس بتتنتق بطريقة طنيئة. يعني مثلاً الـ PH بتتنتق F مش بتتنتق P و X. لوحدهم لا. لما يبقى في حرفين جنب بعض بتنتقو بطريقة معينة. فطول بقى هنأعرفكم بتنتقو زي عشان خطر ما تتلغبطوش. هي ممكن تبع حاجة صعبة في الأول عشان مش متعودين عليها. بس لما تيجوا تشوفوا كلمات كتير وانا كمان هديكم أمثلة من الكلمات اللي بتتنتق بالطريقة دي او فيها الحروف اللي بتتنتق بالطريقة دي. هتتعودوا بقى عليها وهتلاقي نفسكم هي حاجة طبيعية بتحصل من عندكم من غير ما تفضلوا تفكروا وتقولوا استني هي الحرفين دول بتنتقو زي عنا نصيت تبع حرف A. فهتلاقوا اني طول ما هتفضلوا تقيدوا في الفيديو كل ما هتتعلموا أكتر وتستفدوا أكتر وهت هتحفظوا يعني كل الحروف بتتنتق ازاي. أول حرف معنا اللي هو SH. لما تلاقوا حرف S والH سوا بتنتقو ش. ش. فكلمات بقى اللي هي شريمب. انجليش. سوشي. فهو بتتنتقو مش. مثلا شحريمب. اللي هي S الوحدة و H الوحدة. هلأ. هما بتنتقو سوا تبع الش. والTH لما يكونوا سوا بتنتقو ث. 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 زي الث بالعربي. فمسلا الكلمات ذات. مش ذات. او ذات. لا هي ذات. وث. ثرستي. مش سرستي. زي ما في ناس كتير ما بتنتقها. سرستي. زي الث. لا هي مش زي الث. هي ثرستي. وث. ثرستي. باردو في ناس بتنتقو. لا هي مش سيرابي. هي ثيرابي. ثيرابي. ودهية افتكر اعتقد ان هي اكتر غلط العرب بيغلطو. سي ايش بتنتقو. تش. مش زي الث باردو. زي فين اش بتول شيبس. هو مش اسمو شيبس. هو اسمو شيبس. راي فين الفرق ما بين شيبس. وشيبس. فيه فرق كبير. ومصلا تشيز. مش شيز. لا. تشيز. وبوتشر. بوتشر. يعني هي تنتقو. مش اس. هنخش بقى في الهاجات الاعصاب شوية. زي هارف الجي والح. لما يكونوا في اخر الكلمة بتنتقو. زي الاف. بتنتقو. ف. ف. مثلا. كاف. لاف. اناف. بتنتقو. زي الاف. انما لو هي بقى في نص الكلمة. بتنتقو. كانها مش موجودة اساسا. زي مثلا. دوتر. دوتر فيها جي و اتش. بس هي مش في اول كلمة. ومش في اخر الكلمة. هي في النص. فتنتقو بقيت الكلمة. الا الجي والح. دي اي يو دا. وبعد كده. تي اي ار. دوتر. متنتقوش الجي والح. انما لو هي في اولها. تنتقوها. ازيلو هي في اخرها. تنتقوها. اف. كاف. طبعا. هتسألوا بقى. طب لو هي في اول الكلمة. هتتنتق ازاي. جي اي اتش لو قدت في اول الكلمة. كانها جي بالزبط. مثلا. جوست. كاني مفيش اتش خالص. او جي. اللي هي عاملة زي السامنة. او الزبدة. و جارو. جارو فيها اتش. بس بتنتق من غير الاتش. تنتقو بس الجي. جارو. جي. و جوست. نفس الكيسة بردو في الـ PH. الـ PH لو جاية في اول الكلمة قصدي. بردو عاملة زي هارف الـ F. فون. فون مش بتتكتب بالـ F. بتتكتب بالـ PH. فون. فوتو. او فوتوغراف. او فارماسي. كل دول بتنتقو كنهم F ال-PH وال-G بتنتقو كنها F اللي هي ال-GH و ال-PH هما الاتنين هارف بقى ال-IE بتنتقو كنهم E طويلة E زي field pie died هما كلهم عاملين زي I I طويلة ال-E E-I بقى ديات بردو نفس الكسة بتبقى بردو صوتها زي ال-E الطويلة زي مثلا receive receipt ceiling ف اي حرف لو في E-I بعد C بتتكتب E-I انما لو ما فيش حرف C بيبقى I-E فهم الاتنين نفس الكسة بس هي E-I بتبقى بعد C حروف C-E لما بتبقى سوى بتتنتق كانها S ice fleece peace فكلهم بتنتقو كانها S س هارف O U بيجي برضو في نص الكلمة زي loud sound و cloud ده بتنتق بقى زي أو بتنتق أو loud sound cloud بتنتق زي أو ما رفش اي هو الحرف ده بس هو أو ده الصوت لو بياملوا cloud آخر اتنين في الدرس هيبقى E و A E و A دوت بتنتق كانو E كده eat bean bleach كانو حرف E بتمتيها نفس الكسة برضو مع EE EE بتاعمل صوت E طويل زي B أو Flee أو Sheep كلهم زي بعض كده احنا وسلنا آخر الفيديو اتمنى يكون الفيديو عقبكو فايدوا الفيديو ده كزا مرة عشان طبعا هي حاجات كتير قوي مرة واحدة وانتو مش هتتعودوا عليها لو متعرفوش كتير في الانجليزي نما لو متعرفو كتير في الانجليزي أو شوية في الانجليزي ممكن تقدي أساسا أو عاربين شوية منها فايدوا الفيديو كزا مرة عشان تتعودوا اللي هي مثلا EE وE8 بيعملوا نفس الأصوات اله EH ماذي GH بيعملوا برضو نفس صوت الF فرقوا الفيديو كزا مرة عشان تتعودوا وتكملوا معنا برضو وتشوفوا رابا جزء ومتبوش متل لغبتين فالمهم اعملوا الفيديو دعا لايك ومتنسوا الفيديو الرابا أو الغوز الرابا ومتنسوا تشتركوا في القناة ويتفعلوا غارة زيون شفكوا الفيديو الكاي باي